مرحبا يعطيكم العافية والسلام للجميع اليوم نحكي عن كيف تستخدم ستريم يارد من التلفون وكيف تقدر تطلع بالكاميرا الامامية والخلفية زي ما انتم شايفين انا الان على ستريم يارد صفحة ستريم يارد دخلت طبعا اول شغلة لازم تسويها بتدخل في ادادات الاندرويد من فوق بتعمل اوتروتايت اللي موجودة اذا انت بتستخدم ايفون شوي بختلف تسحب من تحت تسحب من تحت زي ما انتم شايفين وفيه كبسة هاي اللي هي اوتروتايت في الايفون سهلة جدا بتكبسها بصير عندك الله وضع اوتروتايت طيب الان ندخل على صفحة الكروم انا داخل هون زي ادمن بس عادة ممكن يوصلك لينك خلينا نورجيك اللينك يمكن اسهل حامل كوبيلا لينك هلا انت كضيف هيوصلك لينك اكيد بدخل بصفحة جديدة بحط اللينك في الصفحة وبدخل عليه مباشرة قبل ما ادخل هون هيقول لي زي ما انتم شايفين هشوف الصورة هيقول لي الاعدادات زي ما انتم شايفين هاي الكام مايك اعدادات بكبس عليها بعد ما كبسنا على اعدادات الكاميرا بندخل هون تحت بتلاقي فيه زي خيارات للامامية للكاميرا الامامية والكاميرا الخلفية زي ما انتم شايفين هالكاميرا الامامية ولما بعملها روتيت بعمل لي روتيت لكل الكاميرا بتصير بالعرض لانه الاعظم الناس اللي بسووا بالطول للأسف تطلع الصورة مقصوصة زي ما انتم شايفين الحواف فبنرجع الان بنرجع البرودكاست وبندخل الانتر برودكاست روم زي ما انتم شايفتون احنا قلبنا الصورة فصارت عنا بالعرض فصارت انت تورجي الناس صورة كاملة شاشة كاملة مش نص شاشة وهذه طبعا الفرونت كاميرا خليني اقلبها بدي اقلبها طبعا الافضل يكون معك استيك لما بتقلبها زي ما انتم شايفين بكل سهولة بتقدر تقلبها على وجهك وتحكي والناس تشوفك هذه انا بصور قاعد من الفرونت كاميرا المشكلة ما بتقدر تقلب بين الفرونت والباك وانت جوا الستريم يارد لازم تحدد في البداية بس لما يكون عندك الفرونت كاميرا بيكون اوضح بتكون تصويرها افضل بيكون ادق وبكون طبعا انت شايف البرودكاست لما بتعمل بتصور الناس قدامك فان شاء الله تكونوا استمتاك توم كونوا موضوع سهل للجميع السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تجي علىنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد ترجمة نانسي قنقر